مساء الخير مساء النور أنا عايبني أنك بثبت الدخلة بالنبرة بالطريقة لا ده أنا بقلد عبدالعطر آه مساء الخير مساء الخير أعمل أيه فيه ناس بتدقيق أنت كمان؟ الحمد لله لا الحمد لله الحمد لله أنا عايش في سلام إيه الأخبار أنت كله بخير رمضان كريم رمضان كريم طبعاً فأريد كرة الحلوة ده من إنتاج مين؟ من إنتاج زي بودكاست بروداكشنز الله العظيم تعبقين معنا أو شطارة شطارة حلوة ساخي جدا آم دخلة إزاي؟ هي بتيجي إزاي؟ ما عم بتبدأوا إزاي طيب؟ تعالى للأول كده نبدأها هي مش كده؟ هي والله ما كده أنا بالنسبة لي كده كده زي الفل آآ ليس منها كبار نريب؟ والله القصص ملهم يعني عشان إحنا منكو وليكو وعشانكو وعشانكو منسوب الهزار عالي آآ وآآ ودي أسعر حاجة بقى في اللي إحنا بنعملو مستعد؟ مستعد جهز؟ جهز عامل أي؟ الحمد لله عامل أي في رمضان؟ والله لسه بستوعب الصيوم باخد كام يوم كده على مجسمي يفهم أنه الأكل في معاد ونقفل في معاد خلاص بقى شكراً نعم فباخد فترة بس لحد دلوقتي الحمد لله ديني تمام أنت أول سنة سومي دي ولا إيه؟ أول سنة دي بقى كبرت بقى أمو قالتني أنت سنة دي بقى لحد المغرب بكمل معك لا بس في ميزة الحمد لله خدت بالك أنه قبل رمضانكة الدنيا حر جداً بس أول مرة بدأ الدنيا بقت ساعة مدى من رحمة ربنا بقى والله العظيم قوم فده نفعني بقى في الصيام مفيش بقى عطش والحاجات يعني الهوى برضو حلو بيرطط نفعك في الصيام نفعك في الصيام أنت يعني ساعة السيام دي بتبقى صحية تبيت نامي ستة سبعة الصبح وبتصحي على بقى لاما ستة عشان الفجر بيأزن خمسة مش لازم أقعد لحد الفجر تصلي وتنامي وتسحي أربعة دهر ساعتين تسحي ساعتين بالحاد ستة وتماني ده والله العظيم بسحة مثلاً للعصر كده بصراحة لسه ما زيبطتش نومي ايه واربعة ده ده عن العصر هو أربعة ده عصر ما عرفش أنا عن الناس اللي تقولك مش عرفها أو فيه ناس تقولك ستة دهر ستة دهر ايه فيه عصر ومغرب حصلوا اه أنا مالي بالنس دي نموديش ستة دهر خلال بقى شاريتم بتقوله كده مهم أنا بصحة العصر بقى أشوف اللي ورايا وحتى عشان أبدأ أحس بالجوع عشان بس السيامي يحسب يعني اوكي يعني لازم كده بقى حسس نفسي بالجوع عشان يبقى اسمي صنق وفترتين مهارده فتر حلو ألا بقى يمبارح كان طحفة لا لا مش بقى يمبارح حماما عملها مكارونا وطاجن سكوء بالبصل والطماطم وكان في باقي كفتة عارف الكفتة اللي هي المحمرة اللي احنا بنحبها دي اسمع عانا كان في باقي كان في الكفتة اللي هي عارفها بتقولي هتعارف الكفتة هكيدة عارف الكفتة او بس ماما عملت الباقي كتعاملها كفتة في الصلصة فالباقي بقى محمرة اوه طب ده كان هناك معنافة في رمضان الكفتة دي أصلا مفروض بتتنتش وهي في المطبخ هتخيل بقى إحساسك وانت بتقليها قبل المغرب بعشر دقايق وشايفها مش عارف هتنتشي منها قبل الصلص اوه يلا هو ايوي بقى ريحت طب ليه لي بتعملها لكو ده عذاب ده بس بس هي بقت حلوة يعني بقى أنا فطرت وديتها كفتة وفي بقى سنبوسة وكتعاملة تابولة تابولة؟ اوه ليه؟ هي يا ماما حاشت الأكل مصري قوي فحابة تعمل ضف لبناني كده حاشت لو حد جاي ولا هاي بسحابة تعمل كده ضف لبناني كده عشان الأكل مصري قوي بتعمل تابولة؟ فشيقة حلوة قوي والله عزيما هم بتعملها حلوة قوي مبرا عن ايه تابولة؟ أنا مبحب مهيبش تعملها فالص يعني دقتها ستنا أنا خايفة كن بتلقبطها اللي فيها عيش محمص تابولة ولا فاتوشة؟ ما نعرفش بتسألينا هم لايه؟ اللي فيها عيش محمص هماشية تابولة لحد من نفس يرد هماشية تابولة لحد من نفس يرد والله حالوة بس لأ أعطاكت التابولة دي مفهاش عيش محمص تابولة دي اللي عاملة زي الملوخية شوية كده حتى فيها اللي هو الكابوتشة اللي خاص الكابوتشة والتماطم وخيار وبصل ونعناع ودبس او 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 لا والله عزيما وعيش محمص ودبس رمان بتكون حتى دبس رمان عشان يكون فيها مزيزة كده طيب صلاة طبعا ما اتحوريش بقى ماذا صلاة بس لبنانية خمعنا اضيف لبناني ما قلت لا انا بش بس حلو قوي طاجن السجوء اللي انت تكلمت عنه ده جره ريئي او جره ريئي هموت يعنى صح بتحب السجوء؟ بموت فيه صلاة انا اي حاجة طاجن يعني اي حاجة هتقدمها لي على هيئة طاجن لا حلو والله العظيم صح كان الله فعول اللي يشوف الحلقة دي وهو صح ايو بصور واصلا هتنزل اوديو فعلا في السيوم فبجد يعني احنا اسفين يا جماعة بس الاكل فعلا بعد السيوم بيكون حلو قوي ما طبيعي او او لا ايا كان والله حتى لو فيه اكل انا مليش فيه باكله اصلا عملتوش رز يعني سجوء ومكارونا غريبة دي شواء لا الايام الفاتت احنا فطرنا ايه امبرح امبرح ستوب ستوب بكلمك عن نهاردة ايام الفاتت ايه بولك عملتو سجوء اما هي مكارونا عملتوش مع رز اه نهاردة مفيش رز ايام الفاتت كلنا رز اه مامو عملت قرار تعمل امامو عملنا مكارونا مسلوقة واحنا نحط عليها يعني الطبق احنا قريب نقوله احد يغرب شوية مكارونا مسلوقة مفيش عليها ايه حاجة ونحط شوية من الطبق من السجوء عليها فتبقى مكارونا بالسجوء بقى بالتماطم بالبصل وكده اه 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 فتستسهل يعني ما بتستنصح علينا تستنصح بس واجبة حيلة اه 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 طب وروحتي بقى للحاجات اللي هي المسخسخة ومدلعة والمكشوفة المخنوة او الشرقانة والغرقانة لا قالت المكشوفة والمكسوفة المكشوفة والمكسوفة اه المكشوفة اللي هي فيها فراولة اللي هنا فاتح تقريبا اه التانية بالشوكولاتة اللي هي بالفراولة احنا بتسير اللي بالشوكولاتة دي مكسوفة مكسوفة؟ بالشوكولاتة ومكسوفة؟ معقولها؟ مكسوفة اه اه التانية بقى اللي هي فيها فراولة وكريمة ومش عادي مكشوفة بقى دي بيها كله بقى دي مكشوفة؟ لا انا مش عادي ما بيسموه على اساس ايه بس على اساس احنا نعمل ضجة يعني ما لهاش علاقة بس هي كناف عادي بالكريم ما فيها في رمضان طب وشوفت الحوار بتاع حسن أو قول صوابع جيجي والله يا حسن كتقول أنا مش عارفة زينب أثرت معهم في إيه الست بقالها عزتين تسايبها صوابعها في رمضان وفي غير رمضان الفكرة بقى إن كل الفيديوات اللي أنا تفرجت عليها بيقولوا هي نفس الطعم عادي صوابع زينب؟ آه بس دي بقيت بسبعمائة جنيه صوابع زينب لسه زي ما لأ ستوبت بسبعمائة جنيه آه حاجة كده لا 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 ده هبل ده ونوا باز ينهر أبيض يعني أنا ألف جنيه ضية فإن أنا بس كالت صوابع جيجي مين جيجي مين جيجي أصلاً من الاس نعم مثلاً هي هي حد ساكن في حاجة من كومباونت في التجمع أصلاً هي مش حد عادي يعني أنا كنت ساكن فيه مش عايزة أكون صوابع حد لأ بس أصلاً بص زينب بص الاس بصوابع زينب واحدة غلبانة قاعدة في البيت والله العظيم ومتنايلة في القوضة بخلاوه أعملك الشاي لعمك ليه الشاي لخالك ها فتبقى هو فتبقى هو فتبقى هو فتبقى زينب هيا غلبانة جت بقى ست جيجي ليه وليه زينب شيجي أصلاً من الاسم هي مشتركة في نادي وعايشة حياة زي الفل تلعب باتل بالليل عايشة في كنفاوند حتى شفتوا صوابعها ما هي دي بتروح تقعد بقى في عارفة الكوفرات كده تروح تقعد تروح تروح مسلم أديها ورجلها لإنباس كده تسلم أطرافها لكل عدة نجل رح نشتغل بحدة لا وعرفت النوع ده من البلاد بتحب تخش الكوفرات تعمل نفسها أنا صاحبة مكان فهي بتخش بقى محمد إزايك ميدو فين ميدو فين صحيح ميدو مجاش والله أصبت خين إمانهم لا يعزي تعرفني ليه صاحبة مكان يعني بتاع بقول لك إيه طلبتوا أكل عايزين أنا بجد والله هاتلي مش لازم تعرفين ان انت جامدة وعارفة يعني صحاب المكان بقى لازم ميشو حبيبي يلا بقى شعار ايه مرفعي كانت وخفة عمله لي تاني فكك يعني فكك هو سشوار بيعمله التكلع للظهر فهدي شوية أنا طبعا عالم الكافرق يعني مش ملمي بي قوي بس فاهم التكلمي في ده والله ما عندوكوش طبعا انتو تجوه ده الولاد بيغط الولاد بيعملوا كده بيخش عمل نفسه عف صاحب بص الكاريزمة دي مش تفرق أولاد مع بنت فيها انو بقاعدين عند الحلقة عادي جدا برضو بتلاقي واحد داخل كده له ايه بكرما وجود يعني ناس عارفين انت عارف صاحب المحل ماشي تكسب بنت يا عم علينا ما بالظبط ايه بكرما جاش بيجي زيتها طب ما انت عارف ليه بتديني تديني تديني معلومات ايه 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 طلع نفس النسخة أولادي ايه ده لحوانك تنزل بعد الفطار عدي عليها عدي عليها خلاص ماشي قول له احمد جي قول له احمد بس هو عارف هو عارف طب يا عم لو انت صاحب وقاوي جي ما تكلمه في تليفون تارف هو هنا ولا لأ بلو تضرب مشوار يعني يا لهوي فكروني بالإعلان بتاع زيت بارك شكت لنجيف سويرس في آخر كل كوبي بيكلموه طب انا بقع اكلم نجيف وشرف يكلموه ما يردش عليه تحية تحية لصدقنا مروان فارس نجم اعلانات قرى والله جايزة احسن اعلان والله نجم الدور سعيد احلى اعلان في رمضان لا لا ادحكت من قلبي بجد لا لا ادحكت مروان عامل دور لذيذ وخفيف كده وكلهم كلهم حلوين يعني فكرة الاعلان نفسها حلوة بصراحة عجبتني قبوله جامل مروان فنان كبير يعني شاهدتي ما تروح بصراحة مش عارفوا الحالة ايه رمضان الجاي هنبريك له على ظهوره بقى في دور جامعة في رمضان يا رب يا رب ونبريك لك انت كمان ربنا نخليكم لا اسمع نتاس ربنا يكبر بخاطر لا بس السوابق طب ايه فيه اسعار تانية انا نسمعتش لسه اسعار الحاجات الحلوة لا يا الاسعار عمتا بقيت بعيدة غريبة قوي ان انت مثلا تجيبي كنافة بالقشطة مثلا بخمسمائة جنيه او ومش عارفها بسبوسة بتسوعمائة جنيه انا بستنصح بعمل ايه بيبقى نفس الاماكن عاملين لك بقى هي الحاجات هي للعينات ليه منها بس صغننة فانا اجيب عشان ما لبسش في خمسمائة جنيه طب اخر طعمها وحش جيبت ناشر واحدة ناسل من الصغيرة لا خمسمائة جنيه لا ابقى جيب بسرا اقول لي اخواتي تبصوا بتعالوا نجيب دي الصغيرة دي مش عارفة بايه بمانجا ودي بايه ودي بايه تبقى جربتوا كذا نوع بالزبط نجيب مثلا هي بتاع اربعة او تلاتة كده وندوق عشان نعرف بس الفشيق التحفة فيهم الطب هي دي بقى ممكن نبقى نجيبها بعد كده انما بيقوا في الاخر فاكسانين ومعظمهم مسكر قوي ايه بس انا بحب البيستاشيو سؤال عارف البيستاشيو سؤال ايه مش ببكرة مع البيستاشيو ما اقول تنجز فضل وانتي فترة خلاص بقى فترتي وجبتي المكشوفة والمكسوفة وفترتي مع كبات الشاي واحد قدام تلفزيون ايه اللي هيسحلك انا كده كده يعني رامز بصراحة بتفرج عليه عشان اتحكي دي حلقة تانية بقى يعني رامز جلال وبرامج مقال ده حلقة تانية انا عافل حلقة تانية بس انا بتفرج عليه بس انا بتفرج عليه بس انا بتفرج عليه عاجمني او بيدحك بسطرة البرنامج لذيذة بصراحة او بتحسه في الاخر بيعمل خير يعني هو بيصالح ناس وخلاص لا اه ده مش خير بس بنواج لذيذ خير نص نص او يمكن انا اكتي حاجة في دماغي ما بقتناش ان هم تصلحوا وخلي بالك او كده عشان نمشي الدنيا اه يعني ميا وعمر ونجلق بدلا مش حاسس ان هم تصلح بيدحكي اصلا هم تخنقوا فهم ما فلوها يا عم يا الله يرد عليك بقى ماشي بقى حبها موت يال اهي بالزبط اعزين نمش لا بس رام بس انا مسلسلات بقى اه انت عايز تعرف انا بدأتها تتابع ايه اه ماشي قوليلي بتتابع ايه في رمضان اه كبير اوي كده كده يعني عشان وبصراحة يعني السنة دي كم حلقة اللي شفتهم لا بيدحكني اوي وشفت الحشاشين حلو برضو وشفت امبراطوريت ميم اه اه نحن وامبراطوريت ميم وشفت بابا جي اكرم حسني بس ده اللي شفتهم لحد دلوقت شفت لقطات من قاعد نسبة مشاهدة سلمة بضيف بين نوعية برضو هيبقى حلو عشان سمعت ان هو بقيت تقريبا عن قصة حقيقية فعايز اتابع عشان كده بس ده اللي الحد بتشدك انت الحداث الحقيقية او 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 اوي اوي اوكي مظن نمتقالي مساحة بكل الناس كده او انا برضو كده او او الحاجة الحقيقية تشدلها اكتر من مية طيب خلصنا المسلسل مسلسل خلص بيجي بقى برامج توك شو برامج توك شو بتاعت رمضان مختلف عن برامج توك شو العادية او لازم تبقى ساخنة فبما ان الحلقة دي ساخنة جدا ايه اكتر برنامج ساخن بتودي اتفرج عليه ولا ملكيش فيهم خالص لا بالعكس ليه فيهم او انا ما بحبهمش بس بتفرج من باب جلد الزيت يعني ما عرفش دي بعض اشوف العرافة ومشروفه تلفزيوني انا اشوفه على او انا وانا ببقى فيه حدول كده دي جوانا بس اللي هو فيه الراجل اللي بيتكلم ده هو ده عرافة شيخ الحار شيخ الحارة شيخ الحارة ده اكتر برنامج تاني غير عرافة معي وعلاق مع ناس كتير اوي فكري انك تجيب راجل صوته متغير وعمال يقول حاجات غريبة يعني ايه رجل صوته متغير؟ صوته صوت الحقيقي ايه ده ايه ايه مدلق صوته وانت متزاول بقى وانت فكرة من ده صوت الراجل لأ اصلا اصلا انا هتدايك انت لو قاعدت ضيف في برنامج واحد بقولك يا ريم ايه بقى الكافيل اللي في المعادي الفكرة الحمام اللي في المعادي ايه ليه 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 تعايا اعمليك اعملي معي اعملي معي انت الشيخ الحراء وانا ازاك يا ابو اللي عامل ايه؟ ايه ده مين ده؟ مين ده؟ مش عارفني لا ما عرفكش انت مين؟ انت مين؟ انا واحد انا عارفك كويس قوي احب وعرفك اأكدلك ان انا عارفك اه اقولي ايه؟ اخبار اه الشقف وسط البلد ما تخنقت تحتها ايه ده ايه ده انا مش اكمل انا مش اكمل انت عارفت الحاجات دي هنا والفيل التجمى لما كنت عامل حفلة فيها وعصب خلاقها مع الممثلة اياها بسمة بسمة لو مسكتش هاضرابه مين ده؟ مين ده؟ مين ده؟ لا بحاجات انا بحس انهم اتفقين على فكرة يعني الدفم اتفق مع يعني بحس انهم قاعدوا قبل الهواء او طب تعالك كده قولين لك كم سر عنك هنعملوا شكرا هارا يقولوا بتوقف طب خدوا الحتة دي ما هاتش عارفها ايوة ولمش كده هم بيبدأوا بطريقة يعني انا بس يقولك ايه الحمام اللي في البلد التجمى وهم كنا عادي تحبس في الحمام وطلعوه بس مضوعه بيت اصلا لو الحبار ده مضايقني لو الحبار ده مضايقني ايه سولتتك ان انت تزيادة غصبا عني بالزبط يعني انت مسك علي ايه عشان تزيادة ما نهوك يا امه لا مش عايز تطلع لا واختب لك من حاجة هنما كلهم بيهددوا ان همه هيقوم ويمشوا وما بيمشوش همشي همشي ومراهيم سعيد قعد وشتم وهكسر عظمه ويجيلي انا لو راجل سعيد الصغير سعيد الصغير سعيد الصغير بابتعصب يدحكني يدحكني بجد والله العظيم ويعايت كل اللي هناشتر عشان وان يعايت ويدايق و ايه عمّا عمّا ايه عمّا يعايت ويتوب ويرجع تايب يتوب ويرجع الرجالي حرام ومتاعه بشرفة ايه ورمضان الى بعديه ايه لا يعني عادي جد انا مش حاجة وليه بيعمل كده صحيف ماعرفش صدق صح؟ فعلا هو تاب تقريبا تلاتين مره لان دلوقت لا لا البرامج دي كمان اتعملت بكذا كذا الشكل كذا سيطب كلهم شواء بعض او يعني ماهل عرفة ده برنامج مشوف الحرقة ده برنامج وفيه بقى سيبك من ايه برنامج اللي باس مواهب عشان هم كلهم شواء بعض يعني ونفس الفكرة والله العظيم او انا بنسى اساميهم وانا معرفش انا ليه قضيف هروح ماهل انت هتبعارف ان انت رايح تتهان ام مادي وتافع جدا بس يعني ليه عندك مشكلة معيها ليه بس هي قالت كلام كويس قوي عنك وانا ما قالتش ليه بتقول ليه بتطلعيني وحشة في الاخر انا بحس ان احلى واحدة في الحاجات دي وفاق الكلان او او بحبها قوي طريقتها وبتشد لا طريقت كلامها والله العظيم طريقت كلامها بتشد بباب برضو الجلد الزاتي او 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 ايوة قلت عنك ان ان انت اسفع انت تحس في هوا في اخر الجمله كدا الآن بحش ساعة الرمل يا ففة كدا انت تعادلت مع ساعة الرمل ساعة الرمل ايه ساعة الرمل يا ففة ففة مش موجودة مش فاهم حاجة والله ساعة الرمل ايه ايه مش سامعة complainة ركن هي يعني مش فاهم ايه ساعة الرم ايه ساعة الرم دي ايه ايه يا عينه quarantine شبت يعني مش مثلا هي تفهمها بالروحة كدا بتقولها دي ساعة الرم لا، ما تحكي علي بسخصاخة عليها أيها برد والحر ليه مش فاحب لا لا بس والله عزيم فيه عبدالله بدي حكني حرام تبقى جميلة فاشك برد أيها لا بس هنا برد والبرامج تانية زي مصارعة حرة مصارعة حرة وأنا والقناع أنا والقناع؟ أنا والقناع مونة عبدالوهيب برد آآ آآ أنا والقناع كناع ولا قطناع؟ كناع آآ صح أيها السؤال ده بقى كناع ولا قطناع عشان هتجنل يعني إيه أصلاً؟ يعني إيه السؤال ده كناع ولا قطناع؟ يعني قناع فاك؟ لا أنا فهم أو تدي أي فكراك عايز نشرح ليه؟ علشان بينملة الحلقة لازم فيه إثارة جدل وكانت عاملة برنامج اسمه مصارعة حرة بتقعد تضيف حلبة مش عارفة ليه؟ وتفضل تسأله أسئلة بقى ساخنة جداً آآ آآ وكان فيه سؤال في الآخر برنامج اسمه الضربة القاضية فكان بتعمل حاجة بتدي تضيف السؤال وتقوله ده الضربة القاضية اقرأ يعيزنا أسأله لك يا إما ما أسألش آآ ففيه ديوف بتاقرأ لا أنا مش عايز أسئل السؤال ده ليه؟ خايف يعني أنت شايف يا ستي ما أنت سألتيه يا أقول يا ما أقولش أنا ما تقوليش إنه تم اختيار يعني ما بالزبط فتفضل تضغط 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 كان فيه حلقة مرة لسامير غانم آآ وديته سؤال الضربة القاضية ده وتقريباً أنا فاكر صح يعني السؤال كان اللي هو تقلع بروكا ولا لأ آآ راجل كبير خلاص آآ دي يعني لرحمه طبعاً سامير غانم يعني سورس الكوميديا في مصر آآ يعني أرى السؤال فرح قال له هقوله عادي يعني فقالت له عندك جرأة تقلع البروكا وتزهر من غريب البروكا فرح قال له يعني ليه؟ إيه الفكرة فقالت له نشوف قال له لا أنا هو هقلع البروكا على العمل ما قلعش البروكا طب الله جامل لو هلع أقلع كله هلع كله خلاه إلي قالت لا قال له قال له والله لا هدوها بس هلع كله يعني أقعد دلقاء على العجل ينهرق بيان والله العظيم عجبني فاشل طب والله جامل هو ده الرد بصراحة ليه؟ لازم هلعب بروكا ليه طيب؟ هنوصل لإيه؟ يعني عارف لو في رسالة من الإجابة اللي أنتو عايزينها هتوصل لإيه؟ هو رجل مرتاح بشكله ده وستضيفك مش هروح وتجيبك لا تروح ما بمشمل زيك هلعب بروكا تاني؟ لا لا أنا مش عارفة تفتكن ممكن حد فينا يروح برنامج زي ده يعني مش عارفة مش عارفة أنا في صراحة بطن ما بحبش هروح في حالة واحدة ايه؟ لو ما عنديش حاجة خاف منها بس أنا حياتي مليانة حاجات أخاف طبع او او لا مين ما عندوش حاجاتي خاف منها لا لا أنا أخاف حاجات ممكن شكل حورة يمسكها عليكي وبتاوي يقول لك حلقاتي زمان المصورة زماني ما كان وشي متغير شكل يجب متغير دي أنا ممكن اديها لحيدي ايه؟ أنا دي كل الناس بس كنت ديه علي شكل يجب متغير بروي دلوقتي كمان بتكون لاش واهبة عضية انتي هتجيب الضيف هيتهان بنفس الطريق وليه أصلا ليه بنيعمل كده في الناس؟ بس برا كيفي مش هاتمعلم معي وأظن كل الناس وانت اللي هو بتاع هو وفاق كلاني مع محمد فايد كانت فاق كلاني كانت باسمة واهبة كان باسمة واهبة صورة يا جماعة صورة لغبطة لما عياطت يا ربي على الضحك لا أنا مدولش لما عياطت بس ما فيش يعني ده كان مشهد رهيب هو بقى بس محمد والنفي والنمي يا محمد لما تقومي يعني تقومي طالما انتي وصلها مرحادي من التأسر صحب يا جماعة ايوه ايوه هو الرجل مش قادر يقول حاجة انتو اصلا موصلين بتاع بالموبايل فايد فوقهم الموبايل ده شاولي لحد يقفل هو مستفيد زي ما عمل نفسه هو يعني نفسه يسكت بس هم اللي مشغالين فمضطر طول ما هم مشغالين هو يقول هاهاها لا وهو بس بس هي بتاعيت وباروح اه لس ومبتسم هي يعني ست بتاعيت هو حبزها كده حبزها بالعداء ده هم اللي اتنين بجد كانوا لا 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 كانوا صعب كان كومبو كده صعب أول اي 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 ما بيوقفوش هم بس أنا دي استعبت علي اللحزة يعني انا ده بجد طب والله استعبت علي في الاول بس في الاخر بقى قلت يعني عفكرة عاي احنا ممكن ننهي ده دلوقتي يعني ممكن ننهي ده دلوقتي بس يعني انتو حبين اللقطة السخيفة دي هو بيضحك وعمل مبسوط ومبتسم قوي وهي منهارة بقى مفهوم حرام عليك حرام عليك يعني خلاص اقفلي اسطوب بشوري يا جماعة انا اسكم شاكمل لا مفيش تعملوا كدريينة طيب يعني احنا اعصابنا اعصاب الجمهور ايه طيب السنستاهل يعني هي.. انا باستغربها قوي بجد والله شاف اللي اعمل كيف نفسها برضو عصبت مرة عبدالباست حمودة بدأت لا 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 اما قم لها من عالتراويه زي رهيب لما بيتعصبي براه ايه هو عاكس ساعده صغير ما بيعياتش هو يبدل بفاعمل زي ما انت بقول لا 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 عايزة عبدالباست حمودة عايات ايه ما بيعياتش مستعيب ايه 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 جماعة في ايه الموضوع كبير للدرجات ايه طبعا ده الحاكم دور الحاكم دور خلاص فاشي عايب تعالي اصلا انت ما تكلمش عليها اصلا 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 ده ده بكرة بكرة هي ناس الفيديو بهدل بكرة ايجبنا ايجبنا متكتفين ده عادي لا بس طب ايه برامج تانية من الحاجات ذي ايه برامج تانية ممكن انا بقولك كلها بقى شواء بعضيها دلوقتي يعني اخر كم سنة دي كلهم نفس الحاجة هي هي نفس الفكرة ومعطقتش لهم اليوم جمهوري يعني انا فيه حد بيحب يشوف ده بس فيه ناس بتموت لا 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 ناس بتموت في فضايح انت مش فاكر حلقة احمد سعد مع اسمالخ الشاب كان ليها اجزاء يا ابني والناس مستنية الاجزاء ايه حلقة احمد سعد مع اسمالخ الشاب دي كانت في ايه؟ كانت مع مين؟ هي برضو انا فاكر رهان سعيد كانت بتعمل حاجة مع لأ حاجة كانت في رمضان وكان والله العظيم كان كده او مش فاكر امش في رمضان بس كانت حلقة من حلقات دي وكان كذا رد لان لما كانت سمالخ الشاب كانت قالت الطحال ومش الطحال ايه يا جماعة ده كان ايه؟ ده كان تقريبا مع الناس الدغيدي ايه ده؟ الناس الدغيدي عاملة برنامج برضو كده شيخ الحوارة وبتاعه ايه صح ايه عاملة كده برضو فجابت تقريبا احمد سعد وقالت تقول له كل حاجة بقى وفضحوا بعض وقالوا حاجات يعني سمالخ الشاب بطلعت قالت انه مفتاح ميتهم كان مع اخواته وبيفتحوا في ايه خلاص خلاص يعني سمالك قالت فانت هتقولي ازاي ما هي قالت خلاص يا جماعة ورح تقيل كمان ان هو رح تضربها كده لا قالوا دي كانت اجزاء انتعرف ايه؟ يعني لا كتير وفي من الناس الدغيدي فكرتاني كان في حاجة كده حتى نزدت كوميك الناس عملوها كلام كابشنز انتشرت لما كان في برنامجها المستضيفة اه اه انها زدت قدني مستضيفة اللي هي كاتمرات محمود عبدالعزيز سهير اسمها ايه؟ اعرف المزيع اللي شعارها اصفر اعرف سهير البابلي؟ لا سهر البابلي لا 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 سوريا انا اصفر اسمها ايه طيف بوسي شالب بوسي شالب سألتها سؤال بتقولها سايبك تحزاق بتقول لها تابلين؟ اقرف قالت لها السؤال قالت لها وانتي الطلقية محمود عبدالعزيز سهير بوسي سهير مين؟ بوسي تتدوختيني بوسي قالت لها بوسي قالت لمن طيب بالراحة بوسي قالت لها لناسة غيدي قالت لها جوزك أنا عايزي تجوزك على محر ربدي العزيز فراحت التانية قالت لها آه بس ده زمان وإحنا صغيرين أيام ما كان لسه أنا أصلاً ما كنت شاسته ولا أناس ولا كان هو محر ربدي العزيز وبتاع بس أنا باين رفضته كده مش عارف إيه بس أنا ندمت ندم عمري إن أنا ما تجوزش محر ربدي العزيز رح يتبوسي إليك نعم ما تنفتك كتير إيه ده إيه ده؟ ده برنامج إنت متخيل؟ والله العظيم ده برنامج ممكن كنا أعز لها فتح كتير إنه هو كان راجل كويس يعني وبتاعه وإحناي وإحناي نطبع بس إنت متخيل أنا بتكلم إن ده والله العظيم يا جماعة أيوة مدر أي ناس فتت كتير شوفتيها إنت كان يروع على الأمر الحمم يا جماعة يا ستة الله يرضى عليك يخلينا نغير الحتة دي طب أنا مظلومة إن ده تقال في برنامج يعني لا لا ما تتصدميش عادي اللي هو اللي هو لا يا جماعة بتتكلموا عن إيه وده جوزك ومات أصلاً والموضوع قديم لا لا هو بيعتمده بقى هو يعتمده على إيه إن ده حصل ونفسهم ده اللي عايزينه إن الحتة دي تقطعت وبتنزل كفيديو صغير أو الناس تخدها كده كابشنز صح فهم بيتمد أو هنقولها في بودكاست أوه وإحنا قلناها في بودكاست بنعلن الريتش عليها أقف بس لا إحنا بيتكلم كده عشان بنابقى عايزين نوصم ليه؟ إنتوا عايزين إيه؟ يعني إنتوا دلوقتي تتكلمتوا في حاجات خاصة جداً في حاجات خصريات جداً تفتكر ده ليه عشان عشان دلوقتي أقول لك ليه بقى تعالي اللي بقى استعرف إليه تعالي يا ريتها طبعاً عشان دلوقتي الحياة يعني السوشال ميديا والإنستجرام والفيسبوك والحاجات دي مخلية حياة الشخص مباحة أول زمان ما كانش فيه انترنت زي دلوقتي صح فما كانش فيه برامج دي عشان انت هتجيب الديف تتكلم معه في إيه هتجيبه ممثل تتكلم معه في إيه وانت بتعرفوش غيري عن طريق المسلسل اللي بيعملو هم بتعرفش حياته عاملة إزاي برا يعني محمد صبحي لحد دلوقتي معامل ما عرفش انه هو وانيس او لما ظهرت سوشال ميديا عرفنا مين محمد صبحي بقى الرمضانيات فاكر أصلا زمن هتلاقي برامج حلوة هتلاقي برامج فيها أفكار يعني كان فيه برنامج اسمه امعرفش اللي بطل يتعمل ده وان ده ممكن يبقى محتوى إلى منتهى الأعوام برنامج اسمه كواليس كواليس بيجيب الحاجات بقى اللي هي اللي تحصل انتك لو اسمه كواليس انا انتك هيجيب الكواليس انا قلت يا أخم كان بيجيب الفيلم مثلا فيلم مافيا ويقعد يجيب السقه ويجيب مونزاكي ويحكوا حاجات كان بتحصل في الكواليس ومشهد ده هنا احنا عملنا كزا وروحنا كزا حتة دي احمد السقه ويعابي جزا ايه افتكارته او او افتكارته او 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 جابوه ساعتيته لما رط من فوق الكبري مش عارف ايه ده انا احب اسمهه على فكرة او او اي حد يحب اسمع كواليس لغبطه يعني الناس كان بيحب تشوف ده اي حاجة ممنوع مرهوب يعني اي حاجة غير معلنة انا هبعايز سروح لها ده كان بيتعمل في الهو بدون منتاج مع دينا او فاكر البرنامج دا او افاكر البرنامج ده او دا نفس الفكرة، حاجات اللي هي المشاهد اللي ما زبطتش بيروحوا زي عينها كده ايوا كب بيتطلع باقى المشاهد اللي في المسلسلات بقى افلام وهم بقى الحاجات اللي هي بتاع توانيس مشاهد بتموت من الضحك بقية لغباته ولا مش عارفه يحصل ايه لا لا دي كانت دمعك بحب كان فيه مشاهد الوانيس لسه لسه جاية على الفيسبوك قدامي بعتولك تعريبا مش فاكر بعتولك ولا لا لما درب عايز الدين بالألم هو كان في بدون مونتاج أصلا كانت حتة من برنامي بدون مونتاج شو سناع لما دربه بالألم أنا صباح الخير يا باب معا كده أقفوا تصوير عشان محمد صبحي حسنه ده له ألم جمد قوي حتى هم قلهم وقفوا تصويره هباحط لكم الفيديو ده في البروب يا جماعة وفيه فيديو تاني بتاع مايسة أنا ببعشة مايسة دور بتاعها خطير خطير وهي كوميديانة والله العظيم كانت خسارة خسارة كبيرة ولا لا بحبها وما صفحة ما عابلة كام اه اه ده حقيقي لما كانت قاعدة وقاعدة بتعيت ومؤنيس بقى زهق من عياطها فرح جايب جرد المياه من فراها ورح دلق عليه فهي يعني في التصوير رح مصوطة بك رح تتفى اخر شوية مايبوء عليكم ده جابوها في دوم منتاج برضو وفيه لقطة ما كانت لابسة كانوا بيتهم وقع في الزلزال ورحوا وعاشوا في الحارة وكانوش لقين لبس بتاخد اي لبس مغون فلابسة التاير بقى واسع قوي والجيبة طويلة فهي رح المدرسة ومتأثر حد دايئة فالمدير دا سعى لديل الجيبة عايتوا لو سمحت وهو مايش قالها فضال يا ايتوا بلو سمحت فاقولك وعملت شهد ديل الجيبة لحد ما هو فهم قال الحاجات دي عبط لا مجلسة الونيس دا كان جميلة جابوا حاجات كده هابلة قوي بس بص لما عملوا بقى ايه الحاجات اللي هي وونيس واحفادوا وونيس وشركاء وشركة وونيسنا دا 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 هاي او او لأ بس اما ان كان طفولة علشان لا وإحنا صغرين كان هو دا بالنسباننا وكان عايز الدين بقى لما كان صاحب لما كان ماشي معناه عبلا الهابلة او 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 كمع عبلا الهابلة دي رهيب شفت لما نزددته وبتقوله انا عايزة بقى مضيفة قال لها يا ميس ايضا تبقى نضيفة عايزة تبقى نضيفة اللي حتا دي بحبها فرش كان بيعلمك كويام وكل حاجة بس كالبيت دي تنمر ايه ايه بسي انا او اعلمك كويام وكل حاجة بس دي هنهنها بقولك ايه انا لما كبرت اكتشفت ان هو كان هدف المسلسل كده بس لأ هو كان بعد العفلة دي تنمر بجد ماشي بس مهم بس البيت وخلى الالة اللي هو خلى الالة كل حاجة ايوة خلى الالة وصير قدي كده بس مش عارفة ايه انا في تجار دي وقت العسامي كل حاجة وميسة فكر ميسة ها 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 في مقابلاتها كده فكر البيحة كان طيعتها وصروت كل حاجة كان مسبت لكل يا ونيس كل شخصية مسبت لها لازمة لا عبدالله مش لك ايه بقولك يا ونيس لك كان صعب يا عبدالله مش روب بس بحبه والله وانا بحبه طبعا انت ليه عايزة تطلعيني كاره للناس شعر انا نهارده عن حلقات السخينة قطرت الجدل فانا عايزة بقى أسر الجدل بقولك كاره كل الناس يا جماعة وانا بحبوها معايد بس كان فيه برامج ايه تانية انا بحب كلام من ده ياه الله فكرينه بحبوها معايد وشكل عام بحبوها بس ده كان حلو عشان تارجد الناس الناس بقى العادي في الشارع الناس تارجد الناس سكل عام بقى انا معرفش طريقة عابل مين انا نازل انا النهارده نازل انا كان طريقة علام بيلبس وانا نهارده الروح شمرة والله صاح ايوه ايوه ويروح شمرة والناس يعني يبقى عارف لما بيجي سألوبة وناس تساعدوا مش عارف ايه 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 ويعاضي يقولولوه وكان الناس كانت وفرحانة قوي يوم في ايدك ويوم تحت نجلك ايه دي جماعة ايه دي ايه دي ايه دي ايه دي ايه دي ايه دي ايه يا جماعة حد عارف يا جماعة وكان رعنا بقى بالهدود قول ها انت قول ها ماشي يالله كسبت معانا جنيدها بمنتهى عادة بالشغف والبرنامج كان ناجح جدا وعادي خلص بحب اقول المشهد اللي طلع فيه احمد ادم طلع فيه طريق علام في فيلم هندي اه جابوه عمل نفس الدور كان ديف شرف اه اه عملها عبر دي ايه كان لذيذ برضو لا انا طرع علام هردو كان في الوقت داع الفكرة تعرف ان مراتو دينا بدون مونتاج صح؟ ايه اه لا معرفش عارف ميه ايه دي لا انا عارف المعلومة دينا انتوا عارفينها ايه دي اسمها دينا روميز ولا دينا روميز دينا روميز اه اه وكان هما الاثنين اصل الوقت دا كان هما الاثنين رقم واحد كان مسمعين هي ببرنامجتاعة وهو كلام من دهب فهو مراتين كانوا في الوقت دا الطب يعني من الناس اللي اه الدنيا كتباشة مهم حلوة فعلا هو طريق علام فين دلوقت موجود 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 صح؟ كلمولك عايز ايه طيب منه دلوقت الرب اتعايز اعرف بسه والله يعني خلاص وكانش موجود في الميديا صح؟ اكيد بيعمل حاجة بس احنا اصلا فيه ناس بتختفي بس بتبقى ورر الكاميرا يعني ملحن موزعة مش عارفة بيعمل مونتاج في ايه تاني غير كلام من دهب بقى كنت بحبه وغنيته قوي كمان دهب 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 جايز كلام من فضة كان كلام من فضة دلوقت يصبح دهب اصبح اصبح فريدي اصلا لو جايز كلام من فضة بقى راح لسه اش عارب هتديهم ايه طب ايه بيقول بعد كده دلوقت يصبح دهب بجاوب هتكسب دهب بس كده بالسهولة دي كان كل حاجة بعد دهب دهب ايه دي كانت حالة الحاجة بسيطة طب فيه برنامج اسمه مقص المقص فين ده كانت شبعة بدون مونتاج شوي ده كان بيجب مشاهد من مسلسل او حاجة يعني او كده ويبقوا حطين مقص وانت تحاول بقى تركز تشوف طلع المقص فين هم حطينه فين كان حلو قوي رحك على ايه رحك حاجات فين ايوه لا ده كان ده كان برضو حلو والله كانت بص ده اللي كان بيسلينا فاكر احنا كده كده قلنا في حلقات المسلسلات اللي فاتت ان احنا كنا بوسطة قوي وبنقبل بأي مشلسلات وبنتفرج نفس الحكاية بص نفس الحاجة لقينها دلوقتي برضو في البرامج ايه ايه كان اسمه ايه يعني هارسوي بتاعرزان مغربي اللعبة مع الحياة باين ايه الهابل ده فيش حاجة اسمها كده لعبة الحياة يا جباة اللي هو كان بتبقى مسكة عيلة بجزم وكل واحد يفتح مع اسطلاتة وعربعين صح اه ايه ايه كان اسمه تقريبا لعبة الحياة والله لعبة الحياة ايه هو عرض بيجي لك زي هو بالنسبة له زي الحياة بزي الفكر البونك هيديك عرض كان محتوية ده كان محتوية على فكرة كان حلو كان كان ضربات قلبي كده رهيبة لا مش للدرجة المالية لا لا كان رعب وعلى فكرة انا سمعت انه كان حيي بس الفلوس اللي بتتطلع في الاخر بيتخصم منها بقى كتير قوي مكنتش بتاخد الرقم ده في الاخر سميتها ليه؟ درايب تقريبا قوينا عملت ايه؟ انا عملت ايه؟ انا عملت ايه ش Service مني درايب؟ انا جايوا في بسك علبة فضية لا سمعت اقويل بتتقال يعني وبنسمعك لا لا اكام لا لا لحظة جميلة او مثلا لو افتح يا احمد مثلا انا فتح العلبة اللي مع احمد فاحمد يفتح ليه مثلا نص مليون جايوا نشغلوا او جنيه وبتاع ايوا صح ياتو وان فتح ليه نص جنيه يقول له ليه كده يا أحمد؟ يا أحمد ما له يا عم؟ أنت بتشغيله هم وزنبي ليه يا عم؟ ويعرف كان بعديها اللي بقت مزيع بتعطيه ما يدعب تعرف أنه كنت بلعب اللعبة دي مع ريبي بنجيب علبة الجزم ونفتح الغطاقة ونكتب منجوها أركام ونقف كلنا نمساكها في الشقة كده نبدل علبة مع بعض ونقف واحد بقى بيعمل تهزرش ما كانت بيبقى واحد مش مزيعا مش جايبين من فضل مزيعا ما كانش عندها بلد كتير في العيلة بلد قول العيلة وظل العبا في العيلة بس بشأن نتجوز يعني آخر البرنامج يعني لا بس في جد كان ولد يوف ونفتح بولا والجوا ده مختار ونشوف هيك ساويه في الآخر كان فيه بونك بيكلمك؟ كان فيه بونك بيكلمني؟ لا بس لو عم البونك عم البونك تبدل معي تبدل تهدى علبة ونبديك علبةك يعني تشوف هنعمل ايه؟ كنت بيبقى حاجات بقى يعني موش نفتح العيلة بمكلية لاماك مش هيكزب حاجة النهاردة بس شباب برده هنعمل ايه؟ طيب يا جماعة نستفاد من الحل اني في لعبة جديدة ظهرت اوه عشان بس لو زهقنين في رمضان او في العيد لعبة الحياة مع بولا او طيب والله يا طحفة يعني انا مش عارف اقول لك انا كنت نفسه روح عصبس كنتش ينفع ما مش عارف اعمل ايه او راح ازاي او كنت صغير بقى كمان انا برضو مش عارف مستوى قريبا او كان حاجة زي استر اكاديمي كده بيعودوا في القتال مع بعض والناس اللي بتمشي مش مستهلة حاسية ايه ما كانتش مستهلة نا مستهلة مش مستهلة لو قتلوا وبتاعدوا ده انت ممكن تكلمني يا روح على فعل مش محتاج حاجة يعني ماهم يا ابني كانوا بيبقوا كتير وفي ناس بتتصفى بس فالموضوع كان لأني فالموضوع كان لأني بتدلوا بالنار يعني بتقتل كل واحد طب بما انك قلت استر اكاديمي استر اكاديمي كانش لعلك برمضان اوي صح؟ اصلا حرام حرامي يجي في رمضان بالضبط يعني جايمين الناس عايشين كنت بحبه كنت بتابعه ده كان ده كان والله عظيمة علامة في حياتنا تعرف ان انا فاكر مين كسب سيزون 1 و سيزون 2 و سيزون 3 وان ده كان عطيه محمد عطيه طبعا كده كده فاكرينه لان مصر كلها صوتت محمد عطيه لا جزي فاكرينه ده اللبناني ايه اعطيه جوزيف اعطيه اللي كسب اللبناني هو اه تقريبا وبعد كده مين عطيه مكسبش مين عطيه ده المصري اه مين عطيه مصري مين عطيه ده كان في الاواخر او ده كان في الحاجات اللي كسب السيزون تا مين عطيه ده محمد شاهين ايوه صح شاهين اللي كسب صح لا تستر اكاديمي عربرة لو رصيد الستران ده خلص اه الهي صحاب حاجة كده اه يا صحبي ايوه عرفيه كان صحاب اوي في الاكاديمي كان بدفع عنه انت عرفك كده مين بدفع عن مين مين عطيه محمد شاهين عشان كان غالبان مالس كنت هقولك موااكين عشان غالبان وكانش بعرفت يعني كان غالبان اوي انه بيجيب له حقه بالعالو بتحكو عليه في لبنان ياعرف اللبنان كان بتحكو عليه فوقع بينزل معه بها يشوف الكسر كان بيتخنيقله والله في مرة تخنيقله ايه ده ده جامع انا بس عايز اوضع حاجة للجمهور ان انا مكنش تابع استر اكاديمي برضايا يعني انا اختي بيتابع الحاجات دي ومسلسلات توركي وبتاع فبقعد جنبيها وبتصادقها ان انا قعد في الصلاة مسكي التليفون فبتفرج لا وانت طبعا شايفت الشاشة وناس نايمة بس احنا عاديين افرد حد صحيح مش لازم اعرف صحيح عمل ايه افرد حد دخل الحمام ولو في قصة دلوقتي ايه يا ابني احنا عادي ايه انت لو نمت لو امت احنا هنشوفك انا عايز اعرف انت اخش فشك طبعا انا متخيلة انا نايمة في امان الله امت خش حمام فبس ان حد صحيحي بالصدفة فوقفنا نرغي مع بعض تاني يوم انا تقرير على تاني يوم تقرير اقول لك يا صاحب اوار انك زايد 3000 شوف ريب صحيحة في الحمام تشوفه شافت مين فاتخنقوا وتكلموا قصة بقى قصة وانا امت عادي حاجة غريبة برضو ان انا ابقى مترقبة بالكاميرا طول الوقت في عدم راوحة كده او او ويتتخنق بقى وفي مايقات متركبة طول الوقت فانت لو تودود او اتكلمت على حد سامعين ايه ويعملوا قصة برضو طب انا متودود بتعملي عنوان ليه في يوميات سرقة ريم متخنق مع مش عارفة فلانة فراحت اشتكت محتوى 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 بس كان محتوى ده كان بداية ظهور بقى اللي احنا نروح بقى في سكة البرامج اللي هي انا حاسن دي اصلا قابلهم الفكرة اه جماعة ده السرقة كانت بمولعة الدنيا يلا بينا بقى ده النس ايه الدنيا خربة فضوية ايه 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 والله دي كنت اول حاجة نشوفها كده وكان انا سبعته لما كانوا قصدينها كانوا يبقى مثلا بنت تصاحب ولد وبرده بنت في السرقة كانوا يبقى معجاب نفس الولد فيبقى في غيرة ويقعدوا بقى يضايقوا بعض في الفوكاليز ومدام ميري بتعلمهم الفوكاليز يقعدوا يبصوا البعض وفتاع وكان فيه كده اهو كان فيه هابل بيحصل فيه انا عارف الحاجات دي بس ديه كانت مكتوبة سكريبت بيقولوا بيقولوا ان هما كانوا قصدين ده عشان المحتوى عشان يبقى فيه حاجة في اليوميات بتتقال في الحلقة اللي قلت برضو اللي قلت اكيدي يعني مالهوبش كبير للدرجات دي حاجة ساعة لا وفاكرة لما كانوا بيكلموا اهليهم اه طب ولو احنا بقى مغربية وماما انت حشتيني بزاف ماما وحنا بتقصري بباشر يعني انا عارس بتعالقات إلا بالله ومش بقى مين حاجة تقصري محد يقول بزاف عم تاني يعني هي مغربية بقى بتتكلم ماما والتانية اتصوت فش انا مش سمعيني يا حبيبتي يديها عطي خلاص يا ماما انا مسجونة مش في برنامج كانوا يجرو يجرو يشحاتوا دايق من بعض اه اه ويزعال وده برضو يعني وانا الحال ان كتفولي انا عايز تاخد دقيقة وقالت لأ لا اما كلمتش اهلي بقى لي اسبوع انا عايز تكلمه اه كان فيك واسطاقينة بتحسن والله يكن جامل ده كان لازيز لازيز كنت هاخربها انتعارف كنت هاخربها انتعارف كنت شوفيها حاجة تانية لو انت روحت ايه كنت تتخلمها انا متأكد متأكد وقسم بالله حوارات ايه بعد السبوع تتخربها وانت هنا لو روحت استرع ايكادمي كنت اقل حوارك يصيب وانت تتكلم عن نميور كس كس كنت لأ بحب الحاجات ذي قبل بس كنت هتطلع من اول اسبوع دك دك نوميني يريم نبيل الواحدة عشان يخلص ايه وبتاع الحلقة النوميني فاكر فاكر والله اعرف ميزة البرنامج ده ايه ان احنا حافظنا كاما كلمة فرنساوي ايه نوميني دي فرنساوي نوميني او يعني ايه بالعربي اصلي نوميني اللي هم الناس اللي ايه قولي المرشحين المرشحين ايه انا بتفكير نوميني ده اللي هو انت تتقعد هنا زي النوميني وانت تفتحش بق انت كتبن ومينيود زنا بلن زي واشارف ان هي تطافع بالمواسم ومينيودين تثباتها نومينيوا ما لم طلع ثلاثا نومينيودين طلتة عيرر بشوتهم مزيف نمشي بينهم واحد انت erkennen لا الا علامn حلو؟ بالأشكاية علمتك انت полه اينا مابقلك هنا من هنا ظاهرت انا بحس انه اكيد الناس اللي عملت البرامج دي اللي هي الشيخ الحوارة والعرافة ما تكرروا كده فجأة عملوا كده عشان احنا بنحب الفضائح احنا بنحب الخناءات يعني خلينا معترفين ان في جزء عند الانسان في المخ كده للاسف بيحب يسمع الفضائح يعني مع ان انا مش عارفها من باب السطر يعني انا حاب نسطر على بعض انفوض يعني دينيا يعني ده ما ينفعش بس احنا ما فيش الكلام ده اعزين نعرف ايه القصة دي بقى ليه طلقها وضربها وعمل معرفش ايه بنموت في الحاجات دي يعني ممكن نعمل برامج مثلا مسابقات لازيذة زي في زمان عارف حسن مصطفى الله رحمه ببدا اه مين حسن مصطفى مين انت قلت لي قابت مش مين حسن مصطفى عشان اه كذبة اللي انت قلتها دي انا كشفتك قلتلي اه الحماز ده الحماز ده مش هيروح الوصص حسن مصطفى الحماز ده لأشرف عبدالبايا وانت قلتلي قابت الحلقة بس انا سقطت بس قلت عمل نفس فأه مش عارفة مين هو صح عارفة يا عال كبرت اه ان كان عامل باباهم ايوة يا ابني طبعا ده جوزي لأستاذة ميمي جمال ميمي جمال بس افنا ايه يا عم ايه والله كيف هو مختار في العال كبرت لو انت اصدق في الحقيقة اه في الحقيقة اوكي شفت بقى ده انا عارفة عصرنا بتجري عال كبرت فقط وعندهم بنتين توقع يا ستي ماشي عارفك عارفنا عارفنا انك صديقة عائلة ايوة فين ميشو جي ولا لسه ايوة ايوة ميشو جي ولا لسه اه كان عامل برنامج اسمه بدون كلام عرفاء والله شفته وكان ديكوره هادي كده اللي لوفوش اي حاجة عشان كان زمان ايوة ايوة مش عارفو اقامله حاجة مش عامله يعني رمز حول العين ايوة كنا بيلعب ايوة زمان ديكوان كان بيعابو افلايه امسط من كده حاجة والله العظيم كانت ترابستين اسانه شفته ترابستين واتمين ويتلاقي بقى في التمين مين معينة عبدالله غيس وانت جايبوا اصد يلعبوا افلام اقناب ايوة ايوة لا لا كانت ناس غريبة وهنا استاذ كمال الشناوي مثلا وحاجة قماط يعني ويوعدوا يلعبوا افلام عادي ويهززر والله او كان طحف انا شفت كام حلقة منه كان بيدحك او فيه موسيقى كده في الروس لما يجاوبوا صح كان فيه حد يلعب كده حاجة اللي هو الكلام اللي هو بدون كلام كواليس كل ده لو اتعامل في وقتنا دلوقتي والله العظيم هيجيب هيجيب اوي كمان كان فيه ايه كمان انا كنت بحب دارك اوي دارك تعاشر عبدالباقي بس ده كمل يعني ده مش رمضان ده كمل ده كان تقريبا السنة كلها كان كل اسبوع حلقة عشان احنا كانوا نشوفوا بيستضيف صحابه في البيت فاحنا عايزين بقى نشوفكم ايوة بقى بره ايوة عبدالباقي كمان الفرند اللي دي تحس ان انت قادة معهم في ال ايوة كان بيتبخلهم يومان هم اكل ويأكلوا ما ايه فاكرات الاول هنقعد نرغي عادي بعد كنروح المطبخ بعد كنلعب حاجة بلاي ستيشن بعد كده ايوة عايزين ايوة عايزين ما فشلش مرة يعملها يعني انها يتاوف ويمشيهم عشان لنهي الحلقة احلى حلقة علقت معي هينيدي لا كان فيه كزا حلقة حلقة لا 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 تعمل ايدي هينيدي جميلة وبتاعت احمد حلمي حلوة المجامض السورة المرسومها بالقهوة ايوة قال له مثلا 28أف في اول حتة دي صح ايوة من جامد ايوة ايوة دي كانت حلوة قال له خلص دا كملتها شاي بقى يا جاية لذيزة دا انا بحب نواتك دا برنامج لذيزة ولا فيه حد بيتكلم على حد ولا فيه حد يقول حاجة ولا فيه حد بيقول حاجة ولا حد بيعمل حاجة لان انا شفتوهم بقى بشخصاتهم بالحقائة بعيدا عن جو اللي هم أفشين الفنانة فتحبه ده بيعرف يطبخ بيحب أكل إيه ليف إيه وبطبع بوقت يتفاجئ بقى أنا برضو مش مهتمة أو بسرعة الفنانة بيحب ده بيعرف يطبخ ألا لا بس ده الناس مهتمة بلاي أنا أصلا بحب إيه بيكينتي أو الله مين؟ وليلي ثلاثة إيه ده؟ ريم كيرو أبنوب أوه؟ فجعل ده الناس مهتمة مش عارفة ليه هايزين يارفون بيباك أوه إيه تالي برو مكتين بعشاء وشار شاحة شار شاحة على الصفحة بقى عجبني قوي فكرة إنه هو إحنا فيه حيطة في النص زي بلاين ديتشو كده بلس بلاين ديتشو عنا بنتعرف على المعنى خلصة بلاي صحة دي ما بلاين ديتشو أنا أحتينها واخدينها من حتى دي بس هنا بقى اللي هو بنفضل بقى متخاني لا إنت أسيبتني شبت عيالك سيبت عيالك لا سيبت عيالك نفضل نفسك جولت تعالي كان فيه حلقة هيا سيبت عيالك بني لزينا بتاعت الاتنين السعيدة أوف هي بتضحك أوه بتعرف إنه دقيقة أوي إنه أنا اكتشفت إنه فيه ناس قالتلي يا ربي يكون لأ إيه إن الحلقات دي سكريبتت وزي الممثلين لا 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 وفهمها العظيمة بس من ذا كده هتسمعها إيه أو حلقات منهم يعني هتحطمني السوائل لأنه أنا فيه حلقات عياطت فيها والله العظيمة أيوة طبعا أنا في حاجات عقوانة بالذات اللي هي بتكون ابن مع أمه دي عياط للصبح بقى ده هو فيه حاجة كده كان فيه حاجة مع أمه كان قامل زعلان مع أمه بقى له كتير وفي الآخر بقى خلاصة محيته بس إيديها فكان يعني كان عياط أنا مثلا كان بيدحاك البنت اللي بتروح التقرير اللي في الأول واحدة بتروح لهم بعجلة عوية كده لونها بينك وحنتي رايحة فين رايحة في الفرم هيلز تجي بيهم ما انتي رايحة الماس في غلبانا سعيدة أوي أو بالذبت رايحة ست ابنها مبهدلها في حياتها وعايز بس يصليحها بعد ست سنين رايحانهم بالعجل مكاونة ايه العبط ده يا جماعة يعني خلوكوا برضو أسكاش ولما بيكتشفوا انه بينه وبينه محيطة أنا جيت عشان أجاه أستاذ جورج أنا جيت عشان أجاه أنت لا وكانت بيخناقات وفي الآخر لا مش هصالحه وفي الآخر كان فعلا يمشي والتاني بقى يبقى مكسور بقى خلاص يا أستاذ إحنا تعبناك معنا خلاص الجواب اللي كتابول بعض ده بيكتبوا جوابات لبعض كلا كل راحة يقول حاجة للتاني دي بتبقى مرعبا لا أصلي ده لو مكتوب يا جماعة أنا هزع بجد هزع لبعشان بيلعبوا بيلعبوا بمشاعري مات متلعبش بمشاعري وأنا صدقت أن في أم بردو بهدلة ابنها وأنا صدقت لماذا بتعمل كرفي بس الفكرة حلوة المسامح الكريم يا رب بتكمل إحنا عملنا زيها فكرة في جماعة ماركت أوقت طب تعرفوا أن دي كانت الفكرة اللي أنا مطلعوها بسبب مسامح كريم يعني قلت بما أن رمضان شهر الرحمة والخير والناس ما فط صالح بعضها ما تيجوا مصالح بعض أيها صح ما صورت فيها حلقة واحدة بس مع فكرة لو حد عايزوا يدخل يشوفها أوه ويقول لي رأي دي كانت شفت شفتي الحت لإعلان اللمسة والجعب هذه والله أنا كان نفسي إحنا ليه ما نصالحش أكيد الفانس طبعاً واقعين في بعض واقعين كان لو في حد لو في حد مزعلان من حد ممكن نصالحهم مزعلين منك هل نصالحهم عليك أنا أنا هصالحهم على الجروب علشان الحلقة دي هتتقطع نعرفها ولا هيحصل فيها أنا هصالحهم على الجروب بس هم بيحبوني الحب اللي هو الأبوي هم أصلاً اللي بيعملوه ده من باب إنه هم خايفين عليك ليش من باب حاجة طبعاً الناس ما بتخاف على حد طبعاً يا إحنا بس طريقتنا على قد الحب على قد العتاب فهم على قد يحبوك على قد ما كانت الطريقة قصر شوية يا على الحب يا على الحب يا على الحب ده عباً بس في الأخير الناس هي مبسوطة بيك وفرح أن أقول لكم أوه والله لأصلاً أنا بطبس القوي بس اشتامين كده تاني صح؟ نأ خلاص؟ لا 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 أنا هطلع في مسامحك يا رجل مع فانزي كبرني طولو بقاديل ناحية تانية كان فيه برنامج بابا قال لي عليه بيجي زمان أوه اسمه فكر ثواني وكسب دقائي أوه مش عارفة ده فكرني تعني كان عبارة عن إيه معلش ما يقول إنت وإنت غير الحلقة كلها تأثرت تقول لي مش عارفة واشرح لك ما تقول ليش أوه عارفة الاسم فكر ثواني تكسب دقائي عارفة الاسم أيوه ده كانت مسابقة برضه مزيعة بتروح لأي حد ده يعني كان هو مين هم بتسأله كم سؤال أوه لو جواب صح بتخليه قابل مثاله الأعلى في المجال بتاعه افتكرت صح يعني أي حاجة يعني مثلا أنا هروح مثلا أقابل صيدال يعادخل صيدالية قابل صيدال فهسأله كم سؤال جوابهم صح شوف أنت عايز تقعد مع مين تقابل مين تعمل حلقة معاه وأنا هقعدك معاه تحفة ده قديم قوي فيقول مثلا ليش سيقعد مع دكتور فلان الفناني فتروح يهدوا معادي من الدكتور ده ويقعدوا معاه ويتصور معاه يعني مع حوار حاجة جميلة فكرة حلوة حلوة يعني ليه قالوا فكر ثواني تكسب دقائي ايه دقائي اللي هيكسبها هيفكر ثواني فهيكسب المسابقة دي هيقعد بقى دقائي أكبر مع مسألو العالم آه فهي يقصدوا بها كده أكيد يقصدوا بها كده يعني أنا محدش قال لي بس أنا ترجمتها كده أنا نضمن تك أيوة فكرت أكيد استخدمت عقلك بالضبط اللي انتي لسه ماش عايزة تشغلي مباشغلوش في رمضان بوقفه خلص ايه فيها لشو طيب سيدة سرحين كان بعجبني التقديمة بتاعتها ده برضو كمل بره رمضان شوي يعني ده قعد رمضان وكمل بره رمضان تقديمة بتاعتها فنان بس مش جاي بشورت جاي بكاب وبيحبي يلبس فانيلا يترامين وعمل فيها مافيا آه ترحبه محمد هنيدي يوه لوا يعنيبا كلنا فنبدل بقى الساقة اماه منا شاكي شاكة ممي نبدل بقى نعمي كيف ديفنا الضید سبقى مستر دان ايه و جاي علشان هو في الأول وفل آخر سائدي من الجامعة الأمريكاء تاعتما بتحب قبل التقديمة بتسكاتريوش اوي والله او كنتم ستنينها يعني او دلوقتي بقى موضوع رمض جدال بيعامي لها بس على على جنان شوي ايه الفنانة الى تلعت وقعوا شيفان وقال لي يبدل بقى يعملها بطريقة كده فنفضل نتسحل بقى بالزبط ايه تاني كان فيه برنامج تاني نسيتهوني انت بقى بالما لا تعملي ده ما احنا في موضوع الحلقة يا بابو وانا بهزر لا لا بعد الشرط هزر ليبي من نسيته ونسيته خير صراح من دماغي مش مشكلة لو عايز تشك كده في الحاجات اللي احنا كنا مطلعينها عادي شايفة كده من الناس عارفين او من الناس عارفين احنا بنرتجل يعني جو الحلقة او افتكرته كان في برنامج اللي شريخ مونير اسمه فرصة سعيدة عارفين كان بيجي على دريب كان بيستطيع اللي هو طلع بيه في حمدا يلعب او ايو ايو اللي كان ستدف في السقه ايو وقابل احمد ريزق هو خاركة فقال له قول لي ايه نصيحة كده قدامك كمان قال له انت بتحبها قال له هابو موت فيها وشالله يقول الكلماتين دوله قدامك كمان بس يبتل عشان يقول الجملة بس كده او احمد سقه بس كده بس انا عفاية كان بعدين على كنبة كده ويسأل للناس بصديف برضو النجوم بقى هو زمان عمتل الموضوع كان خفيف يا ده برنامج خفيف بالنسباني بس مفيش حاجة زمان كانت موجودة شبه الحاجات اللي المستفزت عد الوقت غير مثلا البتاع مفيد فوز احنا اتكلمنا عنه كتير انا عارفه بس قصدي ده البرنامج الوحيد اللي كان اسئلته وكان بيعرفه واسمح لي احرجك اسمح لي احرجك وازنؤك في خانة اليك وكان بيقول وازنؤك في خانة اليك بقى؟ بيزنؤك وماتم شباين فينيا مكان ما كانش موضح او ايه بس ده البرنامج الوحيد من ايام زمان شبه البرنامج ايم على الاستفزاز ايم عن ان هو يحرج الضيف شفته كالدو فيديو كده كان بيسfriendly عمردياب اسئلة علمات ايه باعوا اه تقريبا انه شفت الفيديو ده قالوله تقول ايه للناس اللي بتقول عمردياب مؤنى اي مؤدى وليس مطرب اوه رد علي عمردياب اا اي رد علي قالله ايه بس كان لست صغير بقى ف اه بص可以 اني انا جنيت لعب حالي والي جنيت ل ناس كتير قوي طب انك لت elementary take-나 احترم قوي قوي والله العظيم الفنانين اللي هم عارفين انه هو مش متعة رابط هم عارفين من الآخر أن أنا مش سكتي دي وأنا مش عارف أتكلم بشكل لابك أو مش عارف أتكلم بشكل أن أنا أهرب من السؤال بتاريها دبلوماسية فهم رايح دماغه وأنا بأظهرش في برامة ده على عمر دياب يعني؟ كتير عمر دياب عبلة كامل يعني في ناس كتير قوي بحبها مش بتطلع مونة زكي مونة زكي قليلة قوي أحمد حلمي قليلة برضو بس نقصد يوم ما بيطلعوا بقوا يطلعوا كتير بقوا يطلعوا بس نقصد في ناس صحابة دياب فعلا قليلة زمان كم بيطلعوا كتير قليلة دلوقتي لأ مركزين بالشغلون بس عبلة كامل بقى اللي مركزة في شغلها بس بر عني أي حاجة تاني مع أن أنا هموت الوحيدة اللي هموت وشبعها بجد في أي لقاء المفروض كان صاحب تساعدها معها حلقة لازم أنا وشهم أكيد وصلونهم أكيد مش غايبة عنهم بس هي واضح أنها مصررة أنها متطلعش في أي حاجة بس نفسي أسمع منها حكايات عن عن أي حاجة عملتها يعني أنا نفسي أسمع بجد عايزة أعرف منها حاجة كتير طيب تيجي تيجي يون تيجي نتراهن تامرة عشور لا كان فيه برنامج تاني قبل ما تيجي نتراهن فيه برنامج تاني ده كان قديم قوي بقى كنتم أشوفه برضو اسمه يسهر معانا أوه ده عرفاه ده اللي هو ولهو للمكابل للي مش عرفاه عايزة أبين أن أنا عرفة كل حاجة كان بتاع إنجي علي وكان موزيق تاني بقى كانت تقريباً كريم كوجك عرفت وتقريباً تقريباً لو أنا فكر صحة كان فيه أمير قرارة كريم كوجك مش ده مصمم الأذياء إيه؟ مهند كوجك أنا أسفر 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 كريم والله كريم كوجك ده اللي هو برضو كان في حماد أي لعبة أيو عرفته طويل كده وش عاربه ناعي عارفين بتاع صدمة الحب الصدمة برنامج صدمة بلوبيف في مول إيه العبت دي يعني إيه برنامج في مول في حاجة زمان كبتيجي في مول تحت كده كده بيغنوا أو بيعابوا بسبقات برنامج يعني في ستوديو عادي جداً ماشي خلاص يبقى مش ده مش عارفة خلاص مش عارفة مش عارفة خلاص مش عارفة خلاص مش فكرة أوه الناس تقول لي في الكومنتات إيه برنامج أنا أقصده ده تيجي نكبر الناس على الجروب يلا أنا كبرتك بما في الكفاية النهاردة يعني أكتر مرة أسمعك فيها دي تقريبا إيه برنامج من سيزنوان يعني وقالي كتابة ما أسمعتكيش كده ماشي أنا حطيت سؤال على الجروب وقسألتهم إيه أكتر حاجة بتستفزكوا في برنامج عطرة فترة رمضان اللي هو زي اللي عرفه شيخ الحارة وكده ماشي فعمر عادل قال لي الصوت المزعج بتاع اللي هو شيخ الحارة ده ماشي ده إحنا متفكنا عليه إنه هو صوته زي ما قلنا عطالة كل الناس تبقى بتقول نفس الحاجة ما هتلاقينا أصلا رأيها زي أنا على فكرة اللي بقى لو هم عدم حاجة أبرار راشد تقول الأفورة اللي بيعمل الموسيقى عشان يخليك تتحمس بالعافية آه ده حقيقي لو في موسيقى تصورية كده اللي هو ومش مرعبة خالص ومش بتحمسني يعني فاكرة الصبورة بقعت براي مفايق بتهتني عندها بحس فيها إنه بتوطر أكتر من كده محمد حسين بيقول لك الأسئلة الغريبة والراجلة بوسط تخين دا اللي بيقولوا عليهم آه كله بسمة واحدة كفيلة إنها هتستفز أي كائن عنده ودن وعين بجد يعني ما احترمنا طبعا لجزة بسمة بس خفيا علينا احنا مش حملها احنا مش حملها خاصة حلها مش حملها مش يعني طريقة المصطبة اللي بيتكلموا بيها طريقة المصطبة؟ أسلوب الموزيعة إنهم بيتأخروننا في حقيقة الديوف زيادة عن اللزوم بالزبط واحد تبص كاتب إيه بقى؟ لأ دي واحدة رؤى رؤى شريف محدش بيارف يعمله إلا وفاية الكلام إبقى أي كلام ومتطفق عليه سلام والله العظيم قلنا خيرا في الحلقة حقيقة يا رؤى والله يا برافو إسلام أو كاشا الممثلين اللي ما بيعرفوش يمثلوا إن شيخ الحارة قال حاجة فعلا دقيقتهم ويقولوا كلام من نوعية ودولوا يوسكت بقى ويوسكتش نعمل مشاكل أو خلاص شيخ الحارة أنت مين اللي قالك الحاجات دي؟ أنت مين اللي قالك الحاجات دي صحيح؟ لا أعطيك كله نفس الكلام وأنا برضو عندي أقرأ عندي أنا كنت منازلها نفس الحكاية في صامر حسين قالت اللي ساتروا ربنا هم يسيحونه على الهوى وتقول لديف اعترف أنك تجوزت عارفي في أغسطس 92 هل فكرة كان أنا سعب يتكلم في حاجة شخصية قوي اللي هو زي الحاجة فعلا زي مهي بتوكير أيها حلقة حسن شاكوش خلتهم يتطلقوا معرفش دي بجده يعني إزاي وصل بحاجة كده لا واعترف أنك تجوزت عارفي في صحيح دي حقا شخصية جدا يعني إمتلاح أيها يعني استفاد إياه ما استفاد إيها قدام الناس آآآآآآآآآآآآآآآآآآآ بافلي؟ بافلي عادي عادي تقرأي أن بافلي ده هو بولا؟ إيه؟ أه ده بجد؟ و... يعني هو اسم بافلي بس هو مكتوب بافلي بس كاسم هو نفسه بولا اللي هي النبي بتاعه إيه ده فعلا؟ إيه ده إيه أنت بافلي؟ ده في توحفو الله إيه اللي توحفو الله؟ معادي يعني أنا أصلاً إنت عارفني في لبنان بولا اسم بنت؟ أسمع حد عارف معلومة دي؟ بس مش بولا لما كنت في لبنان و... مش بولا بلاش جاهد أما لإيه؟ هم قالوا لي كده؟ باولا؟ آه ده اسم بنت ماشي؟ يعني تمام؟ لكن بولا ده ولد معه بولا و باولا توحفو ماشي آآ بافلي ندخل في الموضوع؟ بافلي بيقول شوفينا بابلا إيه زي بقى لما بيتخضوا ساعة الراجل اللي لابس جلبية سودا بيدخلوهم من وراء إيه؟ مين ده؟ مين ده؟ مين ده؟ ده ودخل في حاجة دانية؟ آآ آآ في برنامج كانت عامل ده البرنامج اللي كانت عاملها بس موها بقى رمضان اللي فاتت قريبا آآ اللي عبد الباصل حمودة أمزع لان دهما أمزع لها في ده كان فيو أحب يدخل الديوم ظرفة كده في سؤال لابس سود فسود بتاع ييجي من وراهم مرة واحدة كده ده بجد؟ آآ بيتخضوا فعلا؟ يعني ده على حصل طب إيه الاستفادة؟ إيه العظة ده لي؟ ولا ايه حاجة حركة قال ليه عاجة؟ آآ أم عمر بيقول لما كل واحد يتفاجئ بمعلومة عنه وهو صغير اللي هم تجبتوا المعاملات دي من ايه؟ اكي فيه عبر سري برضو دلوقتي بتاع آآ مش فكر اسمها ايه؟ اسمها إبراهيم صح؟ اسمها إبراهيم تقريبا آآ آآ اللي هلف البكرة أيوا يا ويتب الريشة هالموزع عملت تقريبا كذا حاجة من درجة ان شكلها تغير أساسا كمان يعني هي كانت تلقاوه شعرها أصفر بقى كيبها شعرها بني يعني شكلها برق اتغير سابعة بها أمور او ماشي أنا الحلو أقوله حلو فاهم بقى عولت دائما كده بقى الواحد شتاعد فيها بلاش أقوله هي عامتا في أحمد أسامة بيقول مبدئيا اسم البرنامج بقى مستفز فشل العرافة شيخ الحارة حبر السري بصرحة حرة أسميهم دائما كده غريبة جوليانا الفنان يبقى مديهم كل المعلومات ويجيبه العرافة يقولها والفنان يتصدم وقال إنتوا عرفتوا مني اي الله أعلم يكون مديهم أرقام صحابه نادين تعبيرات وشي بسمة واهبة وهي بتسمع شكل حارة أو العرافة تحس إنها بتتحول زومبي رأكشانها لما بتسمع من شكل حارة بزا ايه ده ايه ده معقولة الكلام ده عملت كده يا محمد معقولة يا محمد محمد تقول محمد ده مش محمد فؤاد عشان معرفنا برضو إن هي صاحبته أجل ايه معقولة يا محمد معقولة عملت كده وعلى فكرة أي ناس الدغيدي عملت شيخ الحارة برضو او 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 ايو أنا بقولك هاي دي اللي سرعت فيه مع مستشالة كان أسو بس ما هو ما تخيان ده ده او والله العظيم او طب كفاية احنا كده او يعني بس عشان كله شبه بعض الظبت عمتا كلنا مصر كلنا تكون متفقوا عن نفس الحاجة عمتا صح طيب نكبر ايه في الحلقة دي يا ريم عايز يسمع مني اخد رأيي مفيش جريك ماضطر نعمل كده أنا بكبر المايك مش المايك ده المايك اللي هو بيتركب هنا بسه غنن مش مش عندي يعني عارف بس ده بقى ده شايل التين كله ساكت واعد يعيني فهم كلميني عنه أكتر يعني لا هو أصلا المايك يعني بيبقى ده كده والله أنا ببي ما تركب فين وزياء لحسب هو اللي يضيف لابس ايه كواحد لابس جامسوت ولا لابس حاجة فبيبقى وحطينه هنا ولا هنا ولا مش عارف شامن بقى جوا بقى شايف ومخنوق ما هو سامق واحدة بتسرخ ولا أما عملتش كده ولا أنا همشي وعكيت قمشا تدينه فهو يتزاول طبع هتشلني لأ هتقوم مرجع تاني بس ما ماشي وماشي بهم كل حاجة ما هو فكرة ان هو برضو ايه بتركب هنا دي فيها الحلوة لوحش وصدا بيفقر فيه طبعا عامل زي رفيقى جنب الشباك شفوا شفتوا في الحالة لا ده أنا أكبره لا أنا أكبره عشان مستحمل حاجاتك كي أصلا ما أكبروش ولا ايه ما أكبروش لا ما أكبروش لا أنا أكبره بصراحة ومستحمل زعي وصريخ وناس تشد فيه لا أنا أهمش بكاية يرجعوا يعملوه تاني وفا أنا أكبر أكبر بقى مهانتش للصوت اللبس السماعة أكبر الممايك وأنا مجنون بس احنا مش منكبر بقى أدنين احنا مش منكبر بقى أدنين مهانتش الصوت عنده صوت يتكلم عنده يقدر يدفع نفس يقدر يقول انه مش عايز اشتغل الشوان لكن داي عيني هو مايك احنا متفقين احنا منكبر لا حاجة لا ملهاش صوت مايك ما له الصوت الحاجة الجماد اللي بتعاني معاناها عمر محدة حس بها بغير ان هو ليه باقي بيبقى بتركب هنا وهو قاعد عليه طول الحالة خانق أمه يعني ان الكتروجين مش وصل له في السلك الحن دفوق صح صح فخانق أمه فأنا بكبر الممايك أنا أكبر هنا كمان برضو بالزبط وبكبر بس ان هو بيعاني معا كده او وبكبر الناس بقى اللي تحترمن ببرامج الحلوة الهدفة هدفنا من الحالة ايه أستاذ بولا؟ ان احنا نقول لهم ما انتبعش ببرامج الوحشة وانتبع البرامج احاسنا احنا دي مصرح مصر من احنا دي مصرح مصرح من احنا دي مصرح من احنا دي مصرح احنا دي مصرح احنا الادينس يبتوا حالة في جيشي 2 فدي وحشة لا لا انا بجد اولاين نفسي ان ارجع نعمل ببرامج زي بتاع الزمان دي اللي احنا عدنا نتكلم عليها لذيذة قوي لذيذة قوي واحنا ما تكرمنا واحنا الاتنين حبيناها أكثر من برامج بتاعدي دي الوقت لأن دي الوقت لا يوجد برامج كمان يعني مسلسلات إنه البنامج أفكر محدش عاربت اسمه بس مثلا ده حلقة تاحمد سعد ده شاطم على مراته ده قال كذا كذا فين يا جماعة الحلقة دي مش هميبني رايز بقى حاجات رمضانية كده ليله ما إحنا عايزين الناس تهتم بالحاجات اللذيذة الخفيفة زي يعني لو سوطنا وصل أي حد عنده قدرة إن هو يبقى في جهة منتجة يعني أو يعرف يوصل الكلام ده الحد بزرحنا قال ليه يعني قلنا فاهم أخيراً وليس أخيراً احنا وصلنا لنهاية الحلقة رمضان كريم أستاذ فولا الحلقة الجاية متحمسة لها إن شاء الله مش هيعدي أسبوع لو أنت وصلتوا للحتة دي فيش أي أدب خالص ولا زوء عشان أنا بتكلم لو وصلتوا للحتة دي فأنتوا كده وصلتوا لآخر الحلقة صح فهتبقى الحلقة نزلت على كل منصات البودكاست استنوا هيوم الجمعة بالليل على اليوتيوب وقلوا لنا رأيكم باي 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 اشتركوا في القناة قطعوا لبشاء وق uhm إليه يأه ي failing